مرحبا شباب والساعد بلقائكم مرة ثانية على قناتكم Secret of Net هل يمكن إضافة اللغة العربية لهذا الجهاز؟ سواء من ناحية الكيبورد أو من ناحية المينيو هل سبق أن جربتم إخواني كل من يمتلك هذا الجهاز؟ فأغلبكم جربوا بأن يضيف كيبورد عربي والبحث في يوتيوب أو في الفايرفوكس أو في الكروم ولكن لم ينجح معه الموضوع ولم تنجح معه الطريقة في هذا الدرس إخواني سأريكم طريقة إضافة اللغة العربية لهذا الجهاز المنيع واللي شركة أمازون طبعا استثنت العرب لا من ناحية المينيو ولا من ناحية الكيبورد ولا حتى أنها لا ترسله لأغلب البلدان العربية لو وردتم شراء الجهاز ستشارونه من أمازون بطرق ملتوية الجهاز إخواني صراحة يعجبني من المفضلين لدي هناك أيضا الميبوكس شرحت طريقة إضافة اللغة العربية والبحث في يوتيوب على هذا الجهاز بالنسبة للفاير تيفي ستك إخواني هو من الأجهزة طبعا المفضلة كما قلت لكم رائع سهل سالس هذا هو الفاير تيفي ستك ولو تشاهدون هذا هو يوتيوب التطبيق القديم لو دخلنا عليه مثلا ونذهب إلى سيرش وتشاهدون بأنه الذي فقط هذا الكيبورد باللاتيني ولا يمكن أن يبحث باللغة العربية نعود مرة ثانية ونذهب إلى تطبيق سمارت يوتيوب سأريكم طريقة تنصيب هذا التطبيق كما تشاهدون فهو يدعم إخواني اللغة العربية تشاهدون بأن هناك كيبورد عربي استطعت أن أضيفه لهذا الجهاز هذا هو الكيبورد العربي أيضا الرائع بأنه يمكنكم تغيير بين اللغات من هنا كما تشاهدون يمكنكم أيضا إضافة لغة أخرى بجانب اللغة الإنجليزية والعربية هناك لغة فرنسية وحتى هناك العبرية وغيره لا يهمني أضفنا اللغة العربية التي هي لغتنا طبعا إخواني هذا بالنسبة لليوتيوب باللغة العربية وهو مهم جدا وطلبتم هذا الدرس بشدة سنلبي لكم رغبتكم كما تشاهدون هذه قناتي طبعا هي ظهرت عن طلاقا من اسمي فقط قناة محمد للاه وظهرت قناتنا كما تشاهدون وهو يدعم الفوركي هذا التطبيق ويدعم الفول إيش دي والجودة الرائعة فيه يمكنكم الاشتراك في قناتنا طبعا من هنا نعود نجرب مثلا بأن الكيبورد أيضا يعمل في الفايرفوكس لو ذهبنا على الفايرفوكس هنا في خانة البحث مثلا هنا أضغط وتشاهدون أنه ظهر معي الكيبورد يمكنني تغيير اللغة فقط من هنا ونعود للغة العربية تبحثون في الفايرفوكس بكل سهولة هذا هو إذن إخواني الدرس اللي سنطبقه إن شاء الله على هذا الجهاز سأريكم طريقة إضافة تطبيقات خارج المتجر كيف تنزلون طبعا سأمنحكم تطبيق سمارت يوتيوب بكل سهولة سأمنحكم الكيبورد سأريكم الطريقة ركزوا فيها جيدا لأنه موضوع مهم جدا وتلقيت عدد كبير من الرسائل لطريقة إضافة اللغة العربية على هذا الجهاز والذي هو درس حصري لقناتنا درس مهم جدا وحصري بمعنى الكلمة اللي تجدوه في أي قناة على اليوتيوب لن أطيل عليكم نطلع فاصل وسأريكم طريقة تنصيب من الألف للياء تحياتي لكم أهلا بكم من جديد تابعوا معي جيدا لتنجح معكم الطريقة إخواني وركزوا في كل خطوة سأقوم بها هذا هو إذن الفاير تيفي سيك من غير الكيبورد من غير كيبورد عربي اللي سنضيفه رغم أن في أمازون سنضيف اللغة العربية هذا هو الكيبورد اللي يأتي مع الجهاز من ناتيف كيبورد خاص بأمازون سنقوم بحد في هذا الكيبورد ونضعف من خلاله عوضه كيبورد باللغة العربية إذن سنحتاج إلى هذه الخطوات أولا تضغطون بالزر home ضغطة مطولة نذهب إلى setting إعدادات هذه طريقة مختصرة للذهاب على الإعدادات نذهب ونبحث عن my fire tv هذه الأيقونة بعد ذلك على developer option بعد ذلك edb debugging هذه سنحتاجها بعد قليل مهمة جدا نفعل هذا الخيار أيضا application from unknown source يعني التطبيقات الخارج المتجر يجب السماح لها بالتنزيل نضغط على الآن on نعود إخواني نعود إلى شيء مهم جدا سأريكم إياه ما هو طريقة إضافة تطبيقات خارج المتجر ونحتاج من خلالها إلى تطبيقين سأساعدكم من خلالها بتنصيب أي تطبيق خارج المتجر خصوصا بأن Fire TV Stick لا تدعم تطبيقات عن طريق الـ USB لأنه ليس فيه منفذ USB وليس فيه أيضا بعض التطبيقات داخل متجر Amazon Store downloader مهم جدا هذا التطبيق تجدونه في المتجر سهل جدا لتنزيله طبعا تبدأون فقط إلى خاصة البحث وهنا تكتبون downloader بمجرد أن كتبت دي طبعا أنا نزلته مسبقا وهو سيظهر لكم هنا هذا هو التطبيق تقومون بتنزيله طبعا أنا نزلته وهذا متوفر عدد تنزيلات من متجر Amazon Store أوكي نقوم بفتح الآن التطبيق هذا التطبيق من خلاله يمكننا تنزيل بعض الروابط مباشرة من الإنترنت مهم جدا شيء مهم جدا هو هنا في الـ setting لا تنسوا بأن تفاعلون هذه الخيارات يجب تفاعلها أولا بعد ذلك سنذهب على home وهنا سنكتب هذا الرابط الذي سأضعه لكم أسفل الفيديو تابعوا معي إذن إخواني هذا هو الرابط الذي تحتاجنا لتنزيل File Linked وهذا التطبيق مهم جدا ووضعته عليه عدد كبير من التطبيقات المهمة والذي من خلال هذا التطبيق سنقوم بتنزيل هذه التطبيقات تابعوا معي جيدا لكي لا أكثر عليكم من الخطوات إذن نقوم بتنزيل التطبيق يتم تنزيله مباشرة من موقع الشركة وموقع هذا المطورين الخاصين بهذا التطبيق يتم التنزيل ما هي إلا لحظات سيظهر معنا طبعا التنزيل Install هنا نضغط على Install يتم الآن تنزيل التطبيق Installing تشاهدون File Linked بعد ذلك Open سنفتح التطبيق إهواني وتشاهدون بأن هذا التطبيق يحتاج فقط إلى كود خاص بمتجر أنا وضعته هذا المتجر تكتبون هذا الكود اللي سأضعه لكم أسفل الفيديو هناك كود أكتبوا الكود هنا إذن الكود هو هذا إخواني 6 9 6 2 7 5 2 2 لدخول للمتجر الخاص ببعض التطبيقات من حسابنا وبعد ذلك نضغط على Continue أوكي وهذا هو إخواني Dismiss تجاهلوا الرسالة بعد ذلك هذه بعض التطبيقات متوفرة من خلال هذا المتجر اللي وضعنا عليه بعض التطبيقات إخواني أيضا تجاهلوا هذه الرسالة لديكم هذا التطبيق طبعا بعد تطبيقات مباشرة من حسابنا هناك Smart IP TV أيضا وطريقة الاشتراك في القنوات أيضا لديكم هذه التطبيقات اللي تحتاجون أيضا لديكم Teleclick وضعت لكم التطبيق هنا لتنزيله وأيضا كود خمسة أيام هدية هناك أيضا تطبيق آخر عليه كود مجاني سنحتاج إخواني دائما بالريموت نحتاج إلى Smart YouTube TV اللي نريد تنزيله إلى هذا الكيبورد إذن نقوم بتنزيل Smart YouTube TV نضغط هكذا يتم تنزيل التطبيق مباشرة تشاهدون عند اكتمال عملية التحميل نضغط OK وبعد ذلك Install الآن قمنا بتنزيل التطبيق Smart YouTube TV نضغط على Dawn ونعود إلى Lane Key Keyboard هذا التطبيق إخواني هذا الكيبورد متوفر في Play Store أنا وضعته لكم هنا لأسهل عليكم العملية لأنه صعب أن تقوموا بتنزيل التطبيق من Play Store تدعونه مباشرة على Fire TV Stick عملية صعبة للغاية لكن أنا سهلت وعليكم قموا فقط بتنزيله من هنا إذن يتم تنزيله ما هي إلى لحظات هذا هو التطبيق وبعد ذلك عند اكتمال عملية الشريط الأخضر تضغطون على OK وبعد ذلك Install أوكي وهو الآن يتم تنزيله طبعا هذا التطبيق لن يفتح معكم سأريكم الطريقة Done أو Done ونقر على التطبيقات يمكنكم مشاهده سأضيف إليكم بعد أضيفوا لها بعض التطبيقات المهمة نديكم QD Aptoids متوفر لمن يريد تنزيل Aptoids أيضا يمكنكم تنزيله على العموم نحن الآن انتهينا من التطبيقين المهمين اللي سنحتاجه إذن نقوم بالخروج من التطبيق إذن قمنا بتنزيل التطبيقين من متجر File LinkedIn وهذا هو Smart YouTube TV الآن متوفر لدينا على الجهاز الخاص بنا إخواني وهي خطوة أولى لتنجح معكم عمليات تغيير الكيبورد والبحث باللغة العربية طبعا Search ولو قمنا بالدخول على Search وذهبنا مثلا إلى هنا في Search وقمنا بالدهب إلى الكيبورد تشاهدون بأنه لازال الكيبورد الخاص بالFire TV على هذا الجهاز وطبعا نحن كما قلنا سنقوم بتنصيب تطبيق آخر يغير لنا هذا الكيبورد ونحتاج إلى التطبيق الثاني اللي نزلنا إذن نعود إخواني هكذا ونذهب إلى التطبيق الثاني اللي هو Lain Key Keyboard Pro لو ضغطت على التطبيق تشاهدوا أنه لن يفتح معي لماذا؟ لأن هناك طريقة أخرى لتفعيل هذا التطبيق لأن أمازون تمنع التطبيق من الظهور ومن تغيير الإعدادات وهنا إخواني سنحتاج إلى الكمبيوتر وإلى أوامر عن طريق الإي دي بي شيل سأريكم الطريقة إخواني ركزوا معي جيدا كيف سنقوم بها أولا سنذهب للحصول على الإي بي الخاص بهذا الجهاز والطريقة فقط بالضغط زر مطول على هوم بعد ذلك على سيتينج بعد ذلك نذهب إلى هنا سنبحث عن عن هنا عن المايرفاير تيفي وبعد ذلك أباوت هنا وبعد ذلك على نتورك هنا وتشاهدون بأن هذا هو الإي بي إخواني الخاص بالجهاز الآن اللي هو 192 168 102 قموا بكتابة الإي بي الخاص بكم اللي يظهر معكم اكتبوه في ورقة وتابعوا معي أخواني الآن لا تذهبوا بعيدا سنذهب للكمبيوتر ونطبق العملية من خلال أوامر سنجريها من خلال أحد البرامج على الكمبيوتر لا تذهب بعيدا تابع معي لغاية نهاية الفيديو أهلا بكم من جديد الآن سنتحول للكمبيوتر لنرسل بعض الأوامر لجهاز الفاير ستيك اللي موجود الآن على هذا التلفزيون طبعا بعد أن قمنا بكتابة عنوان الـ IP الخاص بالجهاز والآن نذهب مع بعض إخواني نحن الآن على الكمبيوتر سأريكم تطبيق أو برنامج معين من خلاله سنرسل أوامر لهذا الجهاز إخواني طبعا كما تشاهدون في هذا الموقع اللي سأعطيكم إياه اللي هو jucala.com من خلاله يمكنكم تنزيل EDP Link اللي تشاهدون إخواني طبعا إما للويندوز أو للماك حتى للينوك يعني متوفر جهزة الويندوز جهزة الماك سهل جدا وإن شاء الله في درس قادم سأريكم طريقة تنزيله أيضا على الهواتف لمن لا يملك كمبيوتر ويريد تنفيذ الطريقة طبعا عند التنزيل هذا هو البرنامج سهل جدا كما تشاهدون طريقة التنزيل سهلة جدا كما تشاهدون هو الإعدادات لاحظوا معي جيدا كيف سنقوم بإضافة الإعدادات الخاصة به نضغط على نيو بعد ذلك إلى هنا نكتب ديسكريبشن مثلا ماي فاير تي في أو أي اسم تحبون في الأدرس في العنوان يا أخواني سنكتب الماك اللي قمنا بكتابته بعد قليل أو قبل قليل 92 90 100 120 8 102 هو الإي بي الخاص بالفاير سيك ونضغط على Save الآن تلاحظون أنه نضاف لدي هنا في موصولة يجب أن نقوم بالضغط على Connect عند الضغط على Connect إخواني طبعا نشاهدون أن هناك رسالة وتلاحظون بأنه سيطلب لدي نضغط ونعود إلى هنا إلى الجهاز إخواني وتشاهدون بأنه سيدهر معي هذه الرسالة هناك رسالة على الجهاز اللي يجب إعطاء صلاحية للكمبيوتر ليتصل مع الجهاز الكمبيوتر مع الجهاز نفعل هنا Always Allow From This Computer ونضغط على أوكي أتمنى بأنه يظهر معكم كما تشاهدون أوكي إذن نضغط على أوكي الآن قمنا بربط القطعة مع الكمبيوتر إخواني كما تشاهدون إذن الآن هو موصول سنعيد الضغط على Connect هذه المرة تابعوا معي جيدا Connect وإذا وإذا ظهر معي هنا اسم Fire TV وأيضا EP Connect الآن فهو موصول إخواني تبقى الآن سواء نضغط على هنا على Edp Shell ستفتح معي هذه الخاص هذه الخانة إخواني هنا سنقوم بكتابة هذه الأوامر تابعوا معي جيدا الأوامر سأضعه لكم طبعا أسفل الفيديو في ستجدون الأوامر إخواني هي هذه الأوامر كما تشاهدون سأضع لكم رابطها نفتح ال Shell من هنا وننسخ أول أوامر أول أمر هكذا أوكي بعد ذلك نقوم بعمل Call أو Past ونضغط Enter بعد ذلك No Enabled فقط نقوم بتفعيل أيضا إرسال الأمر الثاني نفس الطريقة هكذا Call إذن تشاهدون إخواني الآن قمنا بإرسال هذه الأوامر بهذه الطريقة كما شاهدون سهل جدا لنرى الآن ما الذي سيقع بالنسبة للتطبيق هل فعلا هذه الأوامر تتيح بتفعيل الكيبورد اللي كان ممنوع من أمازون سنذهب إلى هنا إلى هذا التطبيق Smart يوتيوب ولنشاهد هل فعلا سيظهر معي التطبيق هل سيظهر معي الكيبورد اللي أرسلت هذه الأوامر ننتظر أن يفتح معي ونعود إلى Search و OK ونقوم بالذهاب إلى Search كما تشاهدون هكذا F1 وتشاهدون بأنه ظهر معي الكيبورد إخواني ها هو الكيبورد تم تفعيله تبقى لنا سواء نضيف اللغة العربية بدغط على هذا الزر ويمكن إضافة اللغة العربية هكذا والآن إخواني قمنا بإضافة اللغة العربية يمكن سأضع لكم الأوامر في أسفل الفيديو في أسفل الـ Description هناك رابط لأوامر وأيضا للبرنامج تابعوا طريقها سينجح معكم الموضوع إن شاء الله الفاير ستيك الآن قمنا بتحدي Amazon وأضفنا الكيبورد إخواني إذا كان هذا الفيديو قد أفادكم وقد ساعد عدد منكم لا تنسوا بالإشارة في القناة تفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وطبعا لا تنسوا لايك للفيديو وهناك موضوع قادم ودرس قادم أيضا مهم جدا حول هذه الأجهزة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته